السلام عليكم اليوم سنتمي مدرس اخر حصة من حصة درس ندار المغرب من اجل الاستقلال واستكمال وحدة ترابية في الحصة السابقة تعرفنا على مجموعة من المواضيع التي ادت الى ومجموعة من الاحداث التي ادت الى استقلال المغرب منها نفي محمد الخامس ثم انطلاق المقاومة المسلحة ادت بفرنسا الى تخلي عن الحماية واعلان استقلال المغرب اليوم سنتعرف على الشيء المهم وهو كيفية استكمال الوحدة الترابية رغم ان المغرب اخذ استقلاله من فرنسا واسبانيا الا انه بقيت بعض المناطق محتلة من طرفها نعم قوات الاحتلال الفرنسية والاسبانيا سنتعرف على هذه المناطق متى تم استقلالها وكيف تم استقلالها اذا من خلال وثيقة وثيقة 1 صفحة 105 تبين مراحل استكمال الوحدة الترابية هناك مجموعة من المراحل نعم هناك 6 مراحل اساسية اذا كل مرحلة مرتبطة في بعض المناطق وبلون محدد اذا بدأ نبدأ بسنة 1950 المناطق التي تم استرجاعها سنة 1950 عندما اخذ المغرب استقلاله حصل المغرب استقلاله هناك من مجموعة من المناطق واهم هذه المناطق المناطق الشمالية التي كانت تابعة للخليفية التي تابعة للإسباني اذا بينها نعم هناك وكانت تابعة للإسباني وكذلك فرنسا كلا هما ونعم عندنا مراحل كجدار بدأ رباط مكناس فاس وجدة وطعجة مناطق الشمالية نعم الشمالية والمناطق الشرقية اذا هذه المناطق تم استرجاعها سنة 1956 بينها وجدة فاس نعم مكناس وكذلك الدار البيضاء ثم مراقش اذا المناطق الشمالية ثم حدنا المناطق الثانية المناطق تم استرجاعها سنة 1957 ومن اهم هذه المناطق منطقة طانجة التي كانت منطقة دولية اذا منطقة طانجة لكذلك منطقة دولية وكذلك هناك الرباط لستمى استرجاعها سنة 1957 اذا هذه المرحلة الثانية اذا المرحلة الثالثة مناطق استرجاعها سنة 1958 اذا هي منطقة اهم هذه المناطق لدينا منطقة طرفاية اذا هذه منطقة طرفاية تم استرجاعها بعد أن كانت هناك مناوشات بين القوات الاحتلال الإسبانية ومنطقة ومجموعة وكذلك قبيلة نعم إذن هذه قبيلة كانت في هذه المنطقة عندما حصل المغرب على استقلاله إذن هذه القبيلة قامت بمناوشات وحرب مع الإسبان لتجعل هذه المنطقة منطقة طرفاية منطقة مستقلة وهذا ما حدث فأن هذه المنطقة حصلت على استقلالها في أبريل 1958 إذن إذن حدثت المنفاوضات بين المغرب وإسبانيا فترتب عنها استرجاع طفاية وتخلي إسبانيا على هذه المنطقة سنة 1958 إذن عدنا المنطقة الثالثة وهي منطقة CDFني كذلك كانت محتلها إسبانيا كانت محتلة إسبانيا إذن هنا المغرب طالبة نعم طالبة واحد للجنة التي كانت تكونت بعد الحرب العالمية الثانية إذن من طرف الهيئة الأمم المتحدة التي تعرفنا عليها إذن تعرفنا على الهيئة الأمم المتحدة التي تحقق السلم وتحقق السلم وحق أساسي وهو حق تقرير المناطق أو المستعمرات مصيرها بنفسها إذن هذا القانون الذي يقول أن يجب على المناطق المستعمرات أن تقوم بتقرير مصيرها بنفسها جعل المغرب يطالب هذه الهيئة أن يتدخل وأن يجعل المنطقة CDFني منطقة مستقلة وهذا ما حدث إذن لجأ المغرب لهذه اللجنة التي كانت نتيجة هي أن جعلت هذه المنطقة منطقة مستقلة تابعة للمغرب استقلت من إسبانيا في 30 مارس 1969 إذن هذه المرحلة الرابعة الآن سنتحدث عن المرحلة الخامسة وهي مرحلة 1975 هذا التاريخ الأساسي حيث استرجع فيه المغرب مجموعة من المناطق بين العيون سمارة والساقية والحمراء وإذن هذه في إطار مميز النعم كانت نتيجة المسيرة الخضراء إذن استرجعها المغرب بعد المسيرة الخضراء التي نظمها الشعب المغربي بزعامة حسن الثاني وكانت النتيجة وهي كانت نعم كما نعرف أنها كانت سلمية أجواء السلمية أدت إلى تخلي إسبانيا وحلى هذه المنطقة إذن هذه المنطقة نعم المرحلة الخامسة استرجع إذن العيون السامرة والساقية الحمراء سنة 1975 ثم عدنا آخر منطقة عدنا منطقة استرجعة سنة 1977 هي الداخلة والي الذهاب والقويرة إذن هذه المناطق كانت خادعة للإحتلال ولكن جزءا منها كانت خادعة لموريطانيا كانت استولدت عليه موريطانيا إذن في هذه المرحلة سنة 1977 بعد أخذ المغرب استقلاله إذن هنا ذهب المواطنون وزعماء القبائل في هذه المناطق إلى الحسن الثاني وقاموا بمبيعتي إذن تخلوا عني نعم هم بملئ إرادتهم تهاربوا وقالوا نحن نبايع الحسن الثاني إذن هذه أهم مراحل استكمال وحدة ترابية التي تحمرت عبر مراحل انطلقت من 1956 منذ حصول مغرب على الاستقلال إلى سنة 1977 إلى أن المغرب لم يستطع أن يكمل وحدته الترابية بشكل كبير لا زالت لدينا مليلة وسبتة محتلة من طرف إسبانيا إذن هذه أهم مراحل إذن نص كبير لنا كيف تقام المغرب باستكمال وحدة ترابية خاصة منطقة CDFني وكذلك طرفاية كما تحدث لكم على أن منطقة قبيلة أيس بعمران قامت مناوشات مع قوات التي أدت إلى مفاوضات واستقلال هذه المنطقة ثم منطقة CDFني التي إذن هذه المنطقة منطقة CDFني تم استرجاعه كما قلنا بعد أن قام المغرب بطلب من نجلة تصفية استعمار تابع الهائة المتحدة أن نكون المنطقة مستقلة من طرف إسبان فقامت هذه المنطقة بجعل منطقة مستقلة في 30 مارس 1960 ثم عن مرحلة الأخيرة سنة 1895 وانطلاق المسيرة الخضراء والسرجاء المناطق إذن منطقة العيون والصمارة والساقي الحمراء من الاحتلال الإسباني إذن كخلاصة إذن هذه أهم مراحل إذن مراحل استرجاع المغرب ووحدته الترابية بعد استقلاله وبعد المقاومة التي انطلقت كخاتمة إذن رغم تحقيق المغرب استقلاله واستكمال وحدته الترابية إلى أنه بعد الجهود المبدولة السلمية وكذلك المسلحة إلى أن هناك مناطق لازالة محتلة كسبتة ومليلة إذن دمجوم سألني